السلام عليكم ومرحبا بكم في النووي الفيديو الفيديو داع اليوم راح تخص الهيلثي فود يعني الاكل الصحي وباش نكون صريحة معاكم انا عندي ثلاث سنوات ولا كتر شوية من اللي بديت نعتمد طريقة الاكل الصحي ما زال ما نقدرش نقول على روحي راني ناكل صحي مئة بالمئة ولكن بديت تقدروا تقولوا من اللي كنت حامل بولي دير بيحفظهولي ان شاء الله على هادي حبيت نتقسم معاكم وش رانين دير الفيديو تاني تكتع اليوم راح يكون برعاية الكابويا وللقرع الاحمر كان زوج الكريم جاب لي حبا كاملة تاع كابويا كنت عرفوا الفوائد ديالها هاد الحبا كان قليش راها بمية دينار يعني بعشرة لاف راكو تشوفوا حاجة قيمة راه يتستقام مية دينار وحنا حضرنا بزاف حوايج راح تتعرفوا عليهم امعايا اول حاجة كنت حضرت حاساء تاع الكابويا للاسف المقطع تاعو ما عنديش كان على بالي راني نصور وانا ما كونش نصور ما بصح سهلا مهلا راح نسحقوا حبا بطاطا كبيرة حبا بصلتاني تيك تكون كبيرة شوية كابويا وملح فلفل لكحل كان عندي توابل فيهم زنجبيل او كركم ما تقدرو تديروها غرب الملح وفلفل لكحل حكمت الطنجرة درت فيها شوية زيت شوية زبدة باش دينا بنينا درت قطع تاع الكابويا يعني ديروها تقدرو تقولو هادك المورسو اللي راكو تشوفو فيه ديرو نصو ما تخافوش على بالكم بلي الكابويا كيد دوب راهو الحجم ديالها ينقص من بعد زيت قطلكم حبا بطاطا كبيرة حبا بصل سنينة توم تبلتها ما درتش الماء كامل مع الول خليتها تتقلى على نار قليلة حتى شفت هادك البصل ديالي دبال وهديك البطاطا يعني بدت تشوفو اللون تحت بدل باش مرقت شوية برك زيت غطيت عليها وخليتها حتى خلاص كلش شفت بلي دبال وحسيت بلي يعني المكونات جانست مع بعضاها هنا باش مرقت ومتمرقوش مني حتى نيتيك يعني ماشي حتى تفوتو للخضرات ديالكم بزاف بس كو معدن الحم موالو يعني غير شوية خضرات تمتم الطيب كي الطيب تميكسيوها ومدرت لها حتى اضافة وحنتو ما تحصلتو على حاسة مغذي ومفيد اكم على بلكم الفوائد تاع الكابوية ولا القرح الاحمر وما كمش رايحين تحسو يعني بحاجة ماشي بنينة ولا الكابوية تانيتك عندها طعم بزاف هايل وكي ما راكم تشوفو بقالي جزء منها ومع الحساء ديالنا كنت رفقتو بخبز في الطير ولا كسرة ولكن انا اللي هنا خلط كان عندي شوية قمح ما بقاليش بزاف يعني تقدروا تقولو درت غير زوج خبزات عفوا اه قلتلكم خلط شوية تاع هاداك القمح المرحي مع شوية سميد لانو القمح ما كانش عندي بزاف باش نديرها كامل بالقمح يعني قلتلكم انا راني نحاول ندير يعني اكل صحي مازال ما الحقش المياه بالمياه مازال ما تخلصت ملح وايج اللي دروا صحتنا ولكن درنا كسرة نقدر نقولو عليها صحية من جهة واحدة اخرى من هديك الكابوية اللي بقعتلي راي سبقتني الفيديو وانا نهضر كنت حضرت شرمولة تاع الكابوية ولا كابوية مشرملة هنا تفكرت دارنا تفكرت صغري كان باب الله يرحمو يحبها كنت ناكلها انا وهو يعني والوليدة ديالي ربي يحفظها لي ايبا كي جابلي الكابوية تفكرتها هنا اياه نغمال مو درسة بصحانا ما عنديش معرز حكمت سنينة التوم شوية ملح شوية حار وهي نغمال مو تدرسو لها حبا حار هادك اليابس الاحمر ولكن انا يعني ما ناكلش الحرور حق ذاك بزر دارت غير شوية حار انبودغ هادا ما كان هايليك هنا راكم توفو حكمت هديك الكسيرينا ديالي صغيرة دارت فيها شوية زبدة و لاسمن و شوية زيت دارت هاديك الدرسة تكتلي شوية بلا ما تحرق بالاكم باسكو غير توم برك لو كان يتحرق راح يتلقنا هاداك لقو المر هنا زيت شوية تاع سكر و هاديك الدرسة اللي حضرتها احنا ما نرمو والوا زيت لها غير شوية ما كي ما راكم تشوفو ضفت هاداك المدية لي غطيت عليها بعد ما درت الملحة غطيت عليها و خليتها على نار قليلا هايليك هنا و شو نقول لكم واحد الذوق يعني اجتمع عندنا الحلو مع الحار مع المالح بس كو درنا شوية ملح درنا شوية سكر و ديجا الكابوية حلوة و هاداك اللوغو تاع الحاروش نقول لكم تجيب بزاك بنينا هي نغمال مان تجي لها سوس كتر من هاكدا شوية ولكن انا نحبها جغو هاكدا كي تكون شاربة بيانسور انا يا راني نقدم لكم الحوايج كي ما نحبهم انا و الافراد تاع الاسرة ديالي كي مالا هنا انا مادرت هاداك الحار اليابس بس كنا منقدرش ناكل هادوك الحرور كامل راكم تشوفو هاد الطابق قتلكم فكرني فيه ماد بكري دي واحد شرمولة بزاف بنينا ولي ما الفين يعني يحضروها يخلونا فيلي كومنتر هكا نعرفو شكون ليراهو يحب هاد الاطباق ليفكرونا في بنت الزمان وشكون لي مازالو يحضرهم بس كي يبقى الاكل اذواق ما نقدروش يعني نفرضو على كامل افراد الاسرة يحبو هاد النوع من الوجابات تاع الزمان قتلكم احنا في دارنا كنت ناكلها غير انا و بابا الله يرحمو و ماما اختي الكبيرة دركا باش ولا تاكلها و اختي صغيرة ما تاكلها شاكو تشوفو في دار واحدة كنا نحضروها بس حكاين اللي ياكلها و كاين اللي ما ياكلهاش و من جيها واحدة اخرى هاداك المرسو اللي بقالي حبيت نتقسم معاكم طريقة تاع تجميد القرع الاحمر ولا تجميد الكابوية وش درتانا قطعتها مرسوات كي ما راكم تشوفو ميها مش يعني شكل عشوائي تقدرو تحتفظو بها في اكياس ولا في علبة كي ما حبيتو المهم شوفو انا كيفاش ندير نحكم كي نقطحها نجمدها بهاد الشكل هكذا يعني بشكل افوقي كي تجمد لي شوفو يعني مبعده راح نحكم بصاشي عادي الفايدة من هاداك الشكل الافوقي انك كي تحبي الديكونج لي غير بالمكعب فقط بالحبابر كي ما راكم تشوفو راح تقدري عادي ولكن تصلح غير للحاساء لانها راح تولي يعني كي طيبها تولي كي شغل متلوقة انا سيت مرة درت بيها شرمولة وما جاتنيش حكا يعني بش نأكد لكم واللي هنا يا وش كنت درت كنت درت صلطت خضار انفورة كيف كيف التفوار خير من انكم تغليوا هاديك الخضارة بس كل قيمة الغدائية ديالها كامل تروح واللي هنا وش درت انا درت بسباس وزرودية فورتهم صلطة خضارة عادي وزينت بشوياتا هاداك وش كان عندي ديك الزغيبة الفتيتة زينت بيها ديك اغنيشون وحبيبات تاع الزيتون لي كنا رقدناه مع بعضانا نسيت كامل ما وريده لكمش حتى كي حضرت هاد الاصلاة باش تفكرت باللي ما شفتوش كامل الزيتون تاخدكم سيسي اللي رقداتو دونك تفكرت قلت ما هدرت له مش كامل الزيتون لي رقدناه كيف كيف هاوليك هنا جاني بزاف هايل راني صورت لكم فيديو عليه ان شاء الله نحطه لكم دونك كانت صلطة هايلة ولي هنائيا طبعا بسك يعني ما كليناش حوائي جدقال كنت حضرت ان ديسر خفيف ضريف وش باب وصورتو بخيزنطابل وما في حتى حاجة غير صحية اطار هاداك الفلان كارامل صح انا وش نقولكم مشي تحرمو روحكم من كلش وش عليه اكو شفتووش كليناحنا يا اليوم يعني كيناكو غير هاداك لو بو تعلو فلان كارامل مراهوش راح يدرني بزاف وهنايا راح نقدم لكم برب كيفاش نقدرو نحضرو ان ديسر بلا يعني من نديرو حوائي جا كي ما قولو مخدومين باليد يعني غير احنا قطعنا فاكيا وحنايا درنا ان بلا يعني تعديسر ايشهي ويلفت حكا الانتيباه دينا انا ما نقدبش عليكم انا ساعة ما تنفحليش ناكل ان ديسر كي ما هادا ناكلو حمدولله بوسك المندارين والكيبي فيهم الفيتامين سي الرومان الموز اكم على بالكم وهادك الفلان كارامل يعني حوايج تانيتيك صحيين قلتلكم اباغلو فلان هاداك كارامل يعني فيه نسبة مسكريات بالصح الانسان كي يعرف كيفاش ينضم الماكلة ديالو منين داكي ياكل ان فلان ولا ياكل حاجة حلوه مراهيش رايحة تضرو بالبزاف وهدي كانت تانيتيك ميساج للمشتركة سقساتني هاوليك تانيتيك شوفوا حبا كيوي وحبا بانان شوفوش بقالي منها حضرت هدي كارامل فلاسيات اللي سورتها لكم وهيلك الكمية اللي بقاتلي منها يعني بحبا كيوي وحبا بانان نقدر نحضر دوبلا كي ما راكم تشوفو وكيف كيف حبا من دارين تانيتيك ولا لا لا استغفر الله زود حبات من دارين ونصح حبا رومان وقلتلكم هادا تانيتيك رد المشتركة قاتلي كيفاش تقدرو ما تاكلوش بزاف نقول لك اختيتو ان شاء الله تكوني تشوفي في هادا فيديو انا كي ندير هكذا اكل صحي معليش ندير صحي ندير انديسة كي ما هادا بالصح نهار نشوف بلي درت مكلة تقيلة منزيش ندير صحرا هكذا راح نكتافي غير بهاديك المكلة التقيلة اللي اكلتها ولازد ناكل مثلا حاجة غير خفيفة بس كل انسان هو اللي يلازم يتحكم في روحه نقول لكم اللهم اديمها نعمة ومنحا من الزوال الهدف من هادا فيديو انو نحاولو ننضمو الاكل دينا قلتلكم انا ما زال ما لحقتش باش نقول راني ناكل صحي مئة بالمئة ولكن راني نحاول المهم انو نديرو لبخميبة ونحاولو كانوا هادا هم الاقتراحات تاعة الاكل الصحي تاعة نهار اليوم ان شاء الله هاتو عمم الفكرة هادي وان شاء الله همم احنا يا يعني متخلصوا كامل من السكريات الزايدة ومن الامور اللي يدر صحتنا نقولكم هنا سلام